الآن نحاولكم في المستقبل برج الحامل هو Justice, Four of Ones و Knight of Cups أشايف أن العلاقة ستستقرر جدا في المستقبل ممكن كمان يكون فيه جواز او خطوبة اي حاجة من الحاجات دي يعني في المستقبل العلاقة فيها امل كبير قوي Justice ممكن تكون تعملوا برج الميزان أشايف أن انتو زائي كنوخ هتأخذوا حقوقه يعني العلاقة هتتحسنوا فعلا هتأخذه اللي انتو هتستهلوه اتبقوا مع حد بيحبوكو بيقداركو ده فعلا انتو هتاخدوه تمام Knight of Cups انتو طبعا لما تلاقون شخصا بيقداركو وتغيروا كل ده هتبدأوا تقدموه الحب انتو كمان يعني تمام فده اللي جاي نحاولكم في المستقبل طيب اللي جاي نحاولكم في المستقبل هو Nine of Swords, Nine of Ones, Knight of Ones ممكن تكون تتعملوا مع حد برج ناري انا شايفان الشخص ده في المستقبل هتكون عنده مشاكل شوية محتاج انتو تقفوا جنبه مش هعرف لام بالليل بجد ممكن يدخل في مهارة اكتئاب لو محدش يقف جنبه وخلايه فطفط Nine of Ones هو هيبدأ موجود كدير قوي في الفترة اللي جاية في المستقبل هتكون عنده شغل كثير مسئوليات كثيرة هم يحتاج روحها فهيبدأ محتاج حد يساعده تمام فده يجي دوركو هنا بقى بزات لما كانت اي بقى موجود الشخص بقى محتاج مستعده وحبه ده اللي انتو غالبا هتقدمونه لما يزبط لكم ان هو اه اتغير تمام Nine of Ones لو الشخص ده باعد عنكو اه في المستقبل اعرفوا ان هو ليه سبب يعني حاولوا يتعرف ايه سبب لان هو فعلا فعلا يبقى مرغوط جدا فحاولوا يتقدروه تمام لان هو مش هيبقى بيعمل كده من فراغ ماشي فده اللي جاي لحياتكم ونحيتون فى المستقبل اه يلا بانوا نشوف الرسائل والمصائح بتاعتكم The Expressor Love Religious Factors Children الكارتب لا ممكن يكون معانا ان انتم متجوزين ومنكو اطفال ده لبعض الناس الكارتب لا برضو ممكن يكون معانا لبعض الناس انية وانتو تعرفوا بعض من زمن قوي وان دي عشرة كبيرة قوي يعني انتم مش معرفة سانة ما سانة ولا حاجة لا من زمان عارفين بعض تمام The Legis Factors هنا اه معانا انتم ممكن يكون في عوامل دينية او ممكن حتى عوامل عائلية بتاثر على علاقة بتاعك وزي مسلا انتم ممكن تكونوا من ديانات مختلفة او انتم مسلا اه في حد من العائلة ان كان من عائلتكم ولا عائلتهم مش موافق على العلاقة دي او عمل مشاكل دي حاجة انتم لازم تحلوها ما سبهاش تكبر انتو لازم تباينوا الشخص اللي انتو بتحبوه هو هيبدأ ده بعد يعني هو هيبدأ يزبط نفسه وده هيبان شوية آآ يعني قرب آخر فبراير تمام؟ لما هو يبدأ يزبط نفسه انتو فعلا هتقدوا بالكم مبسطين ساعتها ابقوا باينوا الشخص اللي انتو بتحبوه وانتو مقدارين ان هو بيعمله يعني زي كن ما تحبطوهش يعني ما تقلوش عني بالزيادة يعني هو فعلا هيجي عني فترة زي اما قلت هنا في المستقبل بداعه ان هو هيبقى محتاجة لحب ده فعلا متاب يعني زي كن ما تتقلوش عني بالزيادة لان هو يبقى فعلا محتاج ده قوي تمام؟ بس كنه فدية غالبا ان الرسايل بتاعتكم اهم حاجة مشكلة اللي هنا اللي هي علاقة بالعوامل الدنيا او العوامل العائلية لازم تحلوها لان لو هي فضت يعني لو كانتوها على الرب وانسيتوها اثر العلاقة بتاعتكم بشكل كبير فلازم تحلوها تمام؟ فبس كده احنا كان خلصنا الفكرة دي اللي بنا ندخل على الفكرة التانية والاخيرة احنا كان خلص ما طيب لو تتعاملوا بالحمل زيك وجاستس وكينج وفانتاكيز اشياء انتوا تتعاملوا مع احد هو عائل جدا بياخد قرارات بعد تفكير طويل يعني هو بيفكر كويس قبل بياخد اي قرار وانا شايف ان هو مستقر ماليا انا شايف ان الشخص ده ممكن يكون هنا بزايت لو انتوا تتعاملوا مع شخص دور اللي محامل ممكن يكون الموضوع عكسي انتوا اللي مزعع لكم فهو هنا زائك انه حس انه يخد حقه او انه يتضايق هو بحتاج ان انتوا تثبتو له ان انتوا احسن مثلا اه حسس قوي هنا انه هنا الموضوع عكسي يعني هي انتوا اللي مزعنينه لان هو متدقق منك و هو عايز ياخد حقه تمام فبس يعني لما بتتعاملوا مع برجة تور اي قدو في كابس المقلوب تانو في كنتكز الشخص ده عمره ما هيبعد عنك هو شخص اللي هيحاول بكل طور ان هو يتبقى جنبكو لان هو شايف نفسه في المستقبل معاكو شايف نفسه بيوني عائلة معاكو شايف نفسه بيوني مستقبل معاكو هو عايز يكمل معاكو و هو اه في المستقبل لو انت كملته مع بعض العلاقات او مستقرة جدا وهيبعدكو استقرار مالي و ممكن جدا بإذن الله عندكو اطفال ف انا شايف ان في امالك مير قولنا اللي عاقلت او اكويسة فهقدر الشخص اللي فورسه طيب لو بتتعامله مع فرغي الجوزاء كوينو في كاكسو سيكس فوانزة اشايف ان الشخص ده من جوام الدايق على ما هو عمره اه لدنان وزعناه بس هو مش بيباين كده هو بيباين العكس يعني هو بيباين ان هو كويس خلاص ما ينجبش سيرة الموضوع بس هو من جوام يفكر في الموضوع كتير اه فانتو يعني اه يعني اه هو حاول يزبطاكم ان هو كويس ان هو تحسر بس انتو زائد ان لكم ايه ما تفضلش كل شيء يتفكرون ان هو زعالكو يعني ما تزلهوش من الاخر يعني هو مش بحتاج زول لأصر هو الواحد الزباك لو بتتعامله مع برجس سرطان 3 of cups و 7 of pentacles اه انتو بتتعامله مع حد اه زائد كده كل شوية بيحاول يفرفشكو كل شوية بيحاول يطلقكو برمود الزعل برمود بنتو زعملين منه كل شوية بيحاول يحسسكو ان العلاقة حلوة وكويسة بس انتو مش بتستجيبو خرص فهو بدأ يفكر الامل بدأ يفكر الامل في الموضوع اللي هو انا بحاول افرفشهم بحاول اخليهم بحاول اخليهم مبسوطين معي بحاول اخليهم باقي طريقة بس انا مش مباينين حتى اللي هو مبسوطين بكل معامل الحياة يحسسهم مدقيين اكتر هم بدأوا يفكر الامل فلو انتو بتقالوا عليهم انا شايفة ان انتو يعني كتايا لان هم خلاص يبدأوا يزهقوا يعني انا مش يزهقوا خلاص فقدوا الامل مش هيحاولوا تاني تمام انا شايفة ان شخص ده الجرح قوي لما بعد عنوكو لما انتو وردين اتخلقتو فهو قرر الحارب عشان العلقة دي قرر الحارب ويعافر عشان العلقة دي فهيعمل مهما ان كان انتو عايزين وهيعمله عشان يزبط لكو ان هو يستهد كمان فبس كان يعني فيش كلام اكتر من كده شخص ده هل يبضل ورائكو لحد ما انتو ليستهد صالحه كمان لو تتعاملوا مع فروج العزراء انا شايف ان انتو متعلقين بالشخص ده اوى وانا شايف ان هو ممكن انهول اصغر منكم في السن اما ان انتو بليش تكمليوا مع الشخص ده لانهو عنده سفات صال بيها كتير وهو لا يتغيرش اتو متعلقين بحد ما يتغيرش كل شوية يقول لكم هتحسس ما ان هعمله وفي الاخر ولا حاجة ما بيحصلش اي حاجة واعتقد ان الكلام ده اتو تعرف ان هو حقيه لان هتبقى حصلت معكو قبل كده تمام هحصلت ان هو يوقيو الكلام وفي الاخر ما بيعملش بيه هو بوق يعني فمش راكت ان اتو تكملوا مع حد زي كده انا شايف ان انتو تعملو محد عادي اسرار قوي فانا شايفا ان انتو يعني اللي انا اعايز اقولو ان هو دلوقتي انتو الخناء اللي حصلت كاندو سرب ان هو يقدم تمام كدب عليكم فهوق دلوقتي قالو تو ان هو عمرو ما هيقدب عليكم انا شايفا ان هو اللي هو فقاله فعلا هيحصى لهو مش هيجلب عليكو ثاني هو هتحاول يبقى صريح معاكو على قد ما يقدر لان انا شايفا ان هو شخص عنده اسرار جميد اوه فلا هو مصر ان هو يخلي العلاقة دي تكمل يبقى هو فعلا مش هيجلب عليكو وانا شايفا ان هو فعلا مصر فانا شايفا انتو تدقوه تدول فرصة طيب لو تتعامله مع برج العقرب من الح execut들 الله اذا شايفا ان الشخص outfits عليكم بدينا جديدة وانا شايفا ان فراح ووروب بلد واخر rel rule اذا شايفا ان بدينا بدينا كلا ساعيدة للداني الي شايفا ان انتوثر متفاه اراف عليها هيفتح صبحها جديدة معاكو هيتغير 180 درجة هتنا نفسو تتعامله معهم اهم شي تاكل ان exposed into her هو ان يرجعش لطباعه القديمة لو رجع لطبيعتي ابعده عني مس melan steroids لو عملت كلا ابعضوا عني لو تتعاملوا مع برغ الكوز توف وانز و دهي بريستس انا شايفا ان الشخص ده عنده حيات كثيرة انتم متعرفوهش عنه انتم لسه متعرفوهش كويس اوي كده انتم لسه زيك انكم مرتبطين جديد اوي يعني الشخص ده لسه انتم متعرفوهش كويس ولا هو يعرفوه كويس انتم متعرفوهش حتى كل حاجة عن حياته فتوف وانز الشخص ده زيك انتم محضار هل هو الحارب عشان نقلقه ولا لا هو حتى لسه مكررشه اصلا فانا شايفا انتم قبل ما تكرروا كل شوية تسامحوا الشخص على غلطاته اعرفوه كويس الاول يعني ممكن هو طبعا انه ما بيتغيرش يعني شايفوا كده من المواقف اللي حصلت حاولوا تجمعوا معلومات كفية عن الشخصياته عشان تكرروا انتم عايزين تسامحوا ولا لا طبعا لان مش شرط يتغير طب تتعاملوا مع برج الجدي انا شايفا ان الشخص ده هيعمل كل اللي في ايدين ان هو يصلح العراقة ان هو شيء الهم شيء المسئولية ان هو الغلطه فهو اللي هيصلحه فده مسئوليته هو ده اللي هو شايفه ده اللي هو مكتنع به انا شايفا الشخص اللي خلاص بني على حقيقته انتم عرفتوه كويس وشه ظاهر يعني زيك انكم عرفتو كتاب وشه ظاهره خلاص انتم عرفت كل صفات الشخص ده هتقبلوا بكل عيوبه وتستحملوه على كده ولا لا اشان هتستحملوه كل عيوبه ويبقى بلاش تكمله معها اصناك بس من ناحية التغيير هو ان قرر يتغلب لو تتعاملوا مع برج الجدي ده هيرفينت وده هيرمت طيب الشخص اللي هي وامخص جدا بيكو بسنا شايفا الشخص ده يعوز شوية وقت بعيد عنكو يكرر هو عايزي في الدنيا يعني هو مشتت شوية ما بيعرفش ياخد قرارات ممكن حتى ما يكونش عنده اهداف في حياته يكونش عنده خطة يكون مشي فيها كلا اللي هو زي ما ربنا يجبه حلوة فاشخص ده خطة كلا شوية يعني عن نكو يكرر هو عايزي بالظهر هل هو عايز اصلا في المستقبل مثلا يكون مرتبط يعني يكون مرتبط مثلا وله هو مش عايزي اصلا هو مش عايزه تمام بس من ناحية الحب هو بيحبوكو جدا وهيبقى مخلص جدا لكم انا مش شايف ان هو ممكن uh حتى تعتملي نقول كوام اام اام لو انتم محده اصلا خانكم فنا اكيدا مش بتكلم عليكم بتكلم على حد ت essa بتكلم على حد عمره ما عده ببيتك بقيد الحيانة لكن ما عده بخيانة اصلا فani استط Opportunity اللي مش عاده بخيانه spicy ف hello ف هو عمره ما هيكدب عليكو بس هو عمره ما هيكدب عليهم ولكنه مثل يقولي عن مريد كو قالت به عن التقبل ہوا ما تحضر نفسه لو بستعاملوا مع برج الحقوة 8 of Pentacles و King of Swords طيب نشوف ان الشخص ده يحاول يبزل مجهود ان هو يكون احسن ان هو يرضيكو في نفس الوقت هو برضو يبزل مجهود في شغلو زائق انه عنده هدف عايز يوصله في شغل ترقية عنده هدف كده King of Swords بس يعني اللي هو ايه هو هيبزل مجهود عشان يصالحكو بس هيستنى عندكم من تتقدروا المجهود ده اللي هو انتوا يتقدروا مجهود تقولهم مثلا انتوا يتقدرين اللي حصل ده لو مثلا جيتوا في يوم ويقولتوا لهم مثلا جيتوا سيدة الخناية دي ويقولك لأ من عملت كذا وكذا عشان صالحك ولا صالحك انتوا مش مقدرين انتوا مش عالف ايه يعني فهم هيعملوا كده فهم هيبزلين كده يعني مثلين انتوا يتقدروا اللي هم بيعملين